الدم مكوناته سابتة في جميع البشر وهي البلازمة وكرات الدم الحمرة وخلايا الدم البيضة والصفائح الدموية البلازمة بتشكل حوالي 54% من إجمال مكونات الدم وكرات الدم الحمرة والبيضة والصفائح الدموية بتشكل حوالي 46% من إجمال مكونات الدم المختلف في الدم بين البشر هي فصائل الدم وتم تصنيف فصائل الدم إلى 4 فصائل وهم A و B و A B و O في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي بنحدد نوع فصيلة الدم وهنفهم عمليات نقل الدم ومين ينفع يتبرع بالدم المين ومين ما ينفعش يد دم لمين كل ده هنعرفه لما نعرف التأسيم الوراسي والتأسيم الكيميائي لفصيل الدم التأسيم الوراسي هنفهمنا ازاي الابناء بيورسوا فصيل الدم من اباؤهم وبيكون فيه ثلاث انواع من الجينات او البدائل او برضو بنقول عليهم اسم الاليلات الاليلات او البدائل دي بتتحكم في وراسة فصيل الدم والاليلات دي هي A و B و O والفرض مش بيقدر ان يورس غير اتنين بس من الجينات دي يعني زوب واحد من الجينات وبيكونوا موجودين على زوج الكروموسومات رقم 9 في جميع البشر التلاث جينات او العليلات او البدائل دي بتكون لنا 6 طرز جينية وإحنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الطرز او النمط الجيني بيوضح لنا ان الشخص ده هاجين ولا نقي بناء على الصفة اللي بندرسها بمعنى لو اقولك مثلا ان الشخص ده فصلته A كلمة A هنا بتحمل احتمالية يقيم الشخص ده هو اتنين A او A و O لو هو اتنين A ده معنى ان الشخص ده خد جين A من الاب وجين A من الام وبقى كده هو اتنين A ويبقى كده الطرز الجيني بتاعه اتنين A يعني كده فصلته A بشكل نقي انما لو هو A و O فده معنى انه هو خد جين A من احد الاباء وجين O من الاب التاني ويبقى كده الطرز الجيني الخاص بالشخص ده هو A O يعني كده هيبقى فصلته A ولكن بشكل هاجين طيب ليه ما ينفعش نقول ان فصلته A O ويبقى كده نوع او فصيلة جديدة ما ينفعش نقول نوع الفصيلة A O لانها بتتكون من جين ساد اللي هو A وجين تاني متنحي اللي هو O والجين الساد احنا عارفين ان هو بيسود على الجين المتنحي وبالتاني بيسود A على O ويبقى كده نوع الفصيلة A ولكن بشكل هاجين وتركيبه الجيني بيكون A O ونفس الكلام بينطبق على الفصيلة B لان الجين B برضو بيسود على الجين O لكن الفصيلة A B محدش منهم بيسود على التاني لان اللي اتنين كل منهم سواء كان A او B جينات سائدة وبالتالي بيكونوا فصيلة جديدة وهي A B وبالتالي كده احنا عندنا الثلاث بدايل بتتحكم في فصيل الدم وهما A وB وO الثلاث بدايل دول بيكون لنا اربح فصائل الدم وهما A وB وAB وO والاربح فصائل دول بيكون لهم ست ترس جينية وهما اول حاجة الفصيلة A ممكن تكون اتنين A وممكن تكون A O والفصيلة B ممكن تكون اتنين B وممكن تكون B O والفصيلة A B تركيبها الجيني معروف A B والفصيلة O بيكون برضو تركيبها الجيني اتنين O طيب تعال نفهم الكلام ده اكتر بمثال لو فيه راجل فصلته A B تزوج من امرأة فصلتها O الاباء بنرمز لهم بالرمز B اللي احنا جايبينه من كلمة بارينتس وكده التركيب الجيني لنقبة هيكون A B والأم هيبقى O O الامشاج اللي هناخدها من الأب هي A وB وامشاج الأم هي O بس فبقى كده فصائل الدم المتوقعة للأبناء هي كالأتي لو خدنا من الأب الأم ومن الأم O فهبقى كده الفصيلة A O يعني كده الفصيلة هتكون A وبشكل طبعا هاجين ولو خدنا من الأب B ومن الأم O فتبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B فيبقى كده الفصائل المتوقعة للأبناء هي A أو B بنسبة 50% إلى 50% طيب تعال ناخد تاني كمان مثال جميل لو فيه خلاف أو نزاع ما بين أبين كل واحد منهم بيقول على الطفل أنه ابنه وفصيلة الطفل هي O وفصيلة الرجلين برضو O ولكن زوجة الرجل الأول فصيلتها A وفصيلة زوجة الرجل التاني هي A B مين من الرجلين دول اللي ليلحق في نسب الطفل ده أول حاجة الرجل الأول فصيلته O يعني التركيب الجيني ليه هو O O وزوجة الرجل الأول فصيلتها A هنا كده فيه احتمالين للتركيب الجيني لفصيلة زوجة الرجل الأول الاحتمال الأول هو أن يكون تركيبها الجيني A O والاحتمال التاني هو أن يكون تركيبها الجيني A في الاحتمال الأول كده تعالى نشوف فصيل الدم المتوقعة للأبناء احنا قولنا الأب 2 O والأم كده هتبقى A و O الأمشاج من الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A و O يبقى كده لو خدنا A من الأم و O من الأب يعني A O وده كده أول فصيلة متوقعة للأبناء ولو خدنا O من الأم و O من الأب هتطلع لنا 2 O يعني كده في الاحتمال الأول الأبناء ممكن يكون فصلتهم O أو A بالنسبة 50% إلى 50% والاحتمال ده ينفى معنا ونبقى كده حلنا النزاع ولكن برضو تعالى نكمل علشان نأكد على المعلومة بالنسبة للاحتمال التاني لما الزوجة بتاعة الرجل الأول يكون تركيبها الجيني 2 A والزوج قولنا كده كده 2 O الأمشاج هتبقى A من الأول و O من الأب طيب كده الطفل 100% A O الاحتمال التاني لعيلة الرجل الأول ما بيفصرش إنجاب طفل فصلته O ولكن الاحتمال الأول طلع معنا فعلا نتيجة إنجاب الطفل بنسبة 50% طيب بالنسبة لعيلة الرجل التاني احنا قولنا الزوج فصلته O يعني تركيب الجيني بتاعه 2 O والزوجة فصلتها A B يعني تركيب الجيني هيبقى زي ما هو الأمشاج هتبقى من الزوج O ومن الزوجة A و B لو هناخد A من الأم و O من الأب يعني كده الفصيلة A O فتبقى فصيلة A ولو هناخد B من الأم و O من الأب فيبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B وبالتالي كده احتمالية إنجاب طفل فصلته O من عائلة الرجل التاني هي 0% يعني كده الطفل هو ابن الرجل الأول وبناء على دراسة التأسيم الوراصي لفصيل الدم بنستنتج إن فصيل الدم بتجمع ما بين 3 أنلاط مختلفة للوراصة وهي تعدد البدائل والسيادة التمة وانعدام السيادة تعدد البدائل لإن إحنا عندنا 3 بدائل من الجينات وهم A و B و O والفرض مش بيورس غير اتنين بس يا إما اتنين A أو A O أو اتنين O أو B و B أو B و O أو A و B اللي هم اللي إحنا قلنا عليهم قبل كده الطرز أو النمط الجيني والسيادة التمة لإننا عندنا كل من الجين A و B بيسود بشكل تام على الجين O فلو فصيلة تركبها الجيني A O هي كده هنقول عليها فصيلة A لإن الجين A بيسود على O و كذلك B وإن إعدام السيادة لإن كل من الجين A و B ما فيش حد منهم بيسود على التاني فبيتكونوا الاتنين مع بعض فصيلة جديدة وهي A B نيجي بعد كده للتأسيم الكيميائي لفصيل الدم التأسيم الكيميائي بيكون على حسب نوعين من المواد الكيميائية اللي بتكون موجودة في الدم وهم مولدات الالتصاق أو المواد المولدة أو ما تسمى أنتيجينز والمواد التانية وهي الأجسام المضادة أو ما تسمى أنتيباطس مولدات الالتصاق أو الأنتجينز هي عبارة أن مواد كيميائية بتكون موجودة على سطح كرات الدم الحمراء وهي النوعين مولدات A و مولدات B وبتتواجد في نفس اسم الفصيلة يعني مولدات A بتكون موجودة في فصيلة A و مولدات B بتكون موجودة في فصيلة B والفصيلة AB بيكون فيها مولدات A و مولدات B والفصيلة O مش بيكون فيها ولا مولدات A ولا مولدات B إنما الأجسام المضادة هي مواد كيميائية مضادة لمولدات الالتصاق بتكون موجودة في بلازمة الدم وهم منوعين مضاد A أو أنتي A و مضاد B أو أنتي B ومن اسم الأجسام المضادة بتتواجد في الفصيلة اللي ضد اسمها يعني بتمشي عكس مولدات الالتصاق يعني أنتي A بيكون موجودة الفصيلة B و أنتي B بيكون موجودة الفصيلة A والفصيلة AB ما بيبقاش فيها ولا أنتي A ولا أنتي B والفصيلة O بيكون فيها كل من أنتي A و أنتي B يعني كده بنستنتج إن الفصيلة A بيكون فيها مولد الالتصاق A والأجسام المضادة أنتي B والفصيلة B بيكون فيها مولد الالتصاق B والأجسام المضادة أنتي A والفصيلة AB بيكون فيها مولدات الالتصاق A وB ومش بيكون فيها أي أجسام مضادة إنما الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات الالتصاق وبالتالي بيتواجد فيها كل من أنتي A وأنتي B طيب تعال نفهم الموضوع ده كده بمثال لو عندنا رجل فصيلة دم مش بتحتوي على مولدات الالتصاق ولا A ولا B يعني كده فصيلته O الرجل ده تزوج من إمرأة فصيلة دماء لا تحتوي على أجسام مضادة ولا أنتي A ولا أنتي B يعني كده فصيلتها AB عايزين نعرف بي كم نسبة وجود فصائل دم بتحتوي على أنتي B بين الأبناء الأنتي B بيكون موجود في فصيلة A لأن احنا قلنا الأنتي بيكون عكس اسم الفصيلة فاحنا عايزين نعرف احتمال وجود فصيلة A ما بين الأبناء فصيلة الأب احنا قلنا لا تحتوي على أي مولدات الالتصاق ولا A ولا B يعني فصيلته O يبقى كده تركيبها جيني 2O والأم لا تحتوي على أجسام مضادة ولا أنتي A ولا أنتي B يعني كده فصيلتها AB أمشاج الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A وB كده الأطفال هتبقى O من الأب مع A من الأم يعني A O أو O من الأب مع B من الأم يعني كده فصيلة الأبناء هتبقى يا A يا B بنسبة 50 إلى 50 وإحنا عايزين نعرف نسبة الفصيلة اللي فيها أنتي B يعني فصيلة A واللي كده هتكون نسبتها 50% تعالى بقى نعرف دلوقتي إزاي بنحدد نوع فصيلة الدم بيتم تحديد نوع فصيلة الدم من خلال التفاعلات اللي بتحصل ما بين مولدات الالتصاق اللي هي الأنتجينز والأجسام المضادة اللي هي أنتي باطس بحيث أن كل فصيلة من فصيل الدم بيكون ليها مولدات التصاق بتقابلها أجسام مضادة بتتفاعل معها فمثلا مولدات الالتصاق A بتتفاعل مع أجسام المضادة اللي هي الأنتي A ومولدات الالتصاق B بتتفاعل مع الأجسام المضادة أنتي B وطبعا لما بيحصل تفاعل ما بين مولد الالتصاق والجسم المضاد بيسبب تخصر أو تجلط الدم علشان جد احراب نلاحظ ان الفصيلة A بيكون فيها مولد الاتصاق A ولكن الجسم المضاد بيكون عكسه اللي هو الانتي B والB بيكون فيها مولد الاتصاق B وأجسام مضادة عكسها اللي هو انتي A والAB بيكون فيها مولدين الاتصاق الاتنين وبالتالي ما بيكونش فيها أجسام مضادة والO مش بيكون فيها مولدات الاتصاق وبالتالي بيكون فيها الأجسام المضادة انتي A وانتي B فدلوقتي تعالى أقول لك على خطوات تحديد نوع الفصيلة أول حاجة بيتم سحب عينة الدم وبعد كده بنحط أطرتين من الدم على طرفي الشريحة الزجاجية وبعد كده بنحط NT-A على أطرة الدم الأولى وبعد كده بنحط NT-B على أطرة الدم الثانية ولو حصل تفاعل ما بين مؤلدات الالتصاق والجسم المضاد هيسبب تخصر أو تجلط الدم كده احنا معنا أربع اهتمالات هيطلعنا أربع فصائل تعال كده نعمل جدول حلو من ثلاث خناد أول خانة نحط فيها أطرة الدم الأولى اللي عليها NT-A وتاني خانة فيها أطرة الدم الثانية اللي عليها NT-B والخانة الثالثة هي الفصيلة المحتملة أول اعتمال معنا لو حصل تجلط على قطرة الدم الأولى اللي عليها NT-A وما حصلش تجلط على قطرة الدم اللي عليها NT-B فدعنا كده أن الفصيلة دي فصيلة A لأن الفصيلة A بيكون فيها مؤلد الالتصاق A بيتفاعل مع الـ NTA فبالتالي هيسبب تجلط الدم طيب وتاني احتمال لو ما حصلش تجلط لأطرة الدم اللي عليها NTA وحصل تجلط لأطرة الدم اللي عليها NTB فتبع كده الفصيلة B لان الـ B بيكون فيه مولد التصاق B بيتفاعل مع الـ NTB وبيسبب تجلط الدم والاحتمال التالي معنا لو حصل تجلط في نقطة الدم اللي عليها NTA وبرضه حصل تجلط في نقطة الدم اللي عليها NTB معنا كده الفصيلة هي AB لان الفصيلة AB بيكون فيها مولد التصاق B ومولد التصاق A وبالتالي بيتفاعل مع NTA ومع NTB وبيسبب تجلط الاحتمال الرابع والأخير لو ما حصلش تجلط هنا وما حصلش تجلط هنا يبقى كده الفصيلة O لان الفصيلة O ما بيكونش عليها اي مولد التصاق وبالتالي كده احنا بنستنتك ان لو شخص فصلته A ما ينفعش يعطي دم لشخص فصلته B لان الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A هترتبط بالعجسام المضادة اللي هي NTA الموجودة في دم الشخص المستقبل اللي بيكون فصلته B وبالتالي هتسبب تخصر او تجلط الدم تعالى نفهم اكتر بمثال يوضح لنا دلوقتي لو عندنا نقطة من فصيلة دم A حطناها على عين الدم مجبولة يعني مش عارفين فصلتها اي فحصلها تجلط وبعد كده حطنا نقطة من نفس العين المجبولة على نقطة من فصيلة B وما حصل لاش تجلط تفتكر العين المجبولة دي هتكون A ولا B ولا AB ولا O بص كده معايا الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A وأنت B لما حطناها على الفصيلة المجبولة اتجلطت معنى كده ان حصل ارتباط ما بين مولد التصاق A والأنت A اللي موجود في العينة المجبولة وطرام العينة فيها أنت A يعني كده العينة دي مش A ولا AB وطرام العينة المجبولة لما حطناها على الفصيلة B وما تجلطتش معنى كده ان العينة المجبولة ما فيهاش أنت B وبالتالي كده ما بينفعش تكون O لان O بيكون فيها أنت A وأنت B في نفس الوقت يعني كده العينة المجبولة هي B طيب امتى تبقى O لو كانت تجلطت لو حطينا عليها الفصيلة B كمان وبالتالي كده بنستنتج ان عمليات نقل الدم بتحصل تبقى للنظام محدد بسبب وجود مولدات الالتصاق والأجسام المضادة فبالتالي كده الفصيلة O هي معطي عام بتدي نفسها وكل الفصائل لان ما عندهاش مولدات التصاق ولا A ولا B والفصيلة AB مستقبل عام لانه ما عندوش أي أجسام مضادة ولا أنت A ولا أنت B وبالتالي كده الفصيلة A بتدي نفسها وبتدي AB وB بتدي نفسها وبتدي برضو AB وأو ما بتاخدش غير من نفسها بس لان فيها أجسام مضادة نتي A و Lتي B